كشفت إذاعة RFE الفرنسية أن الهرابي الليبي المقيم في تركيا عبد الحكيم بالحاج هو وسيط أردوغان لنقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا وقالت الإذاعة الفرنسية أن تركيا نقلت المرتزقة السوريين عبر الخطوط الجوية والتي يمتلكها بالحاج مشيرة إلى أن أنقرة تهدف إلى إثارة الفوضى في ليبيا تمهيدا لغزوها ترجمة نانسي قنقر